فرجال الأهلي بذلوا كل مجهود فؤاد أبازة وفؤاد سراج الدين وأحمد فؤاد أنور وفكري أبازة كلهم بذلوا مجهود كبير في الاتجاه لحل المشكلة دي وتوالت المراسلات بين كل الجهات لحل أثبت إيجاد أرض جديدة ينتقل إليها نادي الفروسية وفجأة اتغيرت الوزارة وخرج محمد حسن العشموي باشا وزير المعارف منها وجه الأديب الكبير طه حسين وزير المعارف طبعاً توقفت كل الترتيبات لتسليم نادي الليتوريا لنادي الفروسية ومش بس كده أطراف من داخل وزارة المعارف تدخلت وألغطها حسين كل الاتفاقات اللي تمت قبل كده ورفضت وزارة المعارف ناقل معهد التربية الرياضية ورجعنا لنقطة الصفر وبدأ فؤاد أبازة باشا وفؤاد سراج الدين باشا جوالات مكوكية مع نادي الفروسية عشان يحلوا المشكلة لكن الطريب بقى أن الاثنين وهم من مسؤولي الأهلي بدأوا في البحث مع نادي الفروسية عن أرض بديلة طبعاً علشان الأهلي ياخد الأرض بتاعته فؤاد سراج الدين باشا وكيل نادي الأهلي في الوقت ده كان وزير المواصلات وبعدها وزير الداخلية فتدخل عند عصمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية لإيجاد أرض بديلة لنادي الفروسية وفعلاً قدر فؤاد سراج الدين باشا يجيب موافقة على قطعة أرض بمصر الجديدة لكن محمد طهر باشا شكر فؤاد سراج الدين وطلب أن الأرض تكون بمنطقة الجيزة وضواحيها لأن أعضاء نادي الفروسية بيسكونوا في نفس المنطقة ومنطقة مصر الجديدة حتبقى بعيدة عليهم وده حيخلي كتير من الأعضاء مقدروش إيه يشاركوا في المسابقات ووعده فؤاد سراج الدين باشا أنه يلاقيه له أرض لحد فعلاً ما قدر يجيب أرض وافق عليها نادي الفروسية ومجلس أدارة النادي شكر جهده الكبير في جلسة 29 أجسطس 1951 وكان يوم استلام النادي الأهلي لأرضه اللي كان ما أجرها لنادي الفروسية يوم تاريخي مجهود كبير قام بيه فؤاد سراج الدين باشا وكيل النادي الأهلي لإعادة أرض النادي اللي مأجرها نادي الفروسية من حوالي